منكمل نستمر مع الأخطاء الطبية أو الأشياء التي تتعلق بالدايت الغلاط في شيء مهم الاعتماد الكلي على أشخاص آخرين في تحقيق أهدافنا أو لو ما هم على عدم تحقيق أهدافنا الشخصية أنا عندي هدف أني أوصل زي ما قلنا في البداية إحنا بنلجأ الطريق الأفضل أني عشان أوصل للهدف حقيقي في خسارة الوزن أو تعلم تمارين رياضية أو نظام غذائي وبرنامج رياضي أني ألجأ لأخصائي تغذية هو بيساعدني أكيد في البداية وبيعطيني الأسرار حقه هذه خسارة الوزن حساب سعرات حرارية المفروض هذه الدورة تعطينا بداية يعني تحطنا على الطريق الصحيح أن أنا أبدأ كيف أعرف أحسب سعرات حرارية ولو رحت لأخصائي تغذية أو مدرب شخصي بيساعدني نفس الشي فالمفروض أنا ما أعتمد عليهم باقية عمري أنا بظل أروح لأخصائي تغذية الهدف من أخصائي تغذية أن يحط لي برنامج غذائي بعدين أنا أبدأ أتعلم هذه الأشياء يصير عندي المعلومات أبدأ أقرأ عن الموضوع أبدأ أعرف مثلا أنا عندي أكل معين أحب هذا الأكل أنا أسوي كأن customization أو على حسب الـ preference حقي أنا شنو تفضيلاتي لهذا الأكل مثلا هو قال لي كل هذا الطعام بالضبط كذا أنا ما أحبها أشوف لي أشياء اللي أحبها بنفس تقريبا القيمة الغذائية بنفس السعرات الحرارية أبدل فيهم أنا أبدأ أتعلم بنفسي لأنه ما بيضل معي بقية عمري ونفس الشي بالنسبة للمدرب الشخصي المدرب الرياضي يعني مثلا أنا أخذت مدرب شخصي سعره عالي مثلا هم تقريبا يعني يكلف ألفين في الشهر يعني لو أنت لحالك مثلا فأنا ما بضل مثلا ما أقدر أدفع هذه الميزانية بقية عمري فأنا أبدأ أتعلم منه يعني فترة التعلم هذه أعتبرها يعني فأتعلم منهم فترة معينة شهرين ثلاثة شهور بعدين بديت أنا أخسر وزن وبديت أعرف شالأكل اللي ناصبني شالتمارين اللي تناسبني الأشياء اللي أحبها واللي ما أحبها تفضيلاتي في الأكل في الرياضة أبدأ خلاص أنا أعتمد على نفسي وخلاص ما أستمر معهم لو بعدين حسيت أني جيت نكسة أوكي برجع لهم بس هي مسألة التعلم لأنه لازم أنا بأستقل لأنه هنا مطحية أصلا ما هي فترة معين إحنا قلنا الدايت ما لها وقت معين بغير نمط حياتي فلازم أعتمد على نفسي في شي ثاني لو من أهل والأصدقاء على عدم التزام أنا هم عزموني لأنهم لأنهم ما يأكلوا صحي لأن أنا ما أقدر أقاوم هذه الأكلة فهم يسووها فإحنا ما أنت تقدر تجبرهم يعني هم ما عندهم مشكلة مثلا وزنهم مزايد من الأساس فهم مضطرين يأكلوا الأكل اللي هم ما يحبوا عشان ما أنت تخرب الدايت حقك هذه نقطة نقطة ثانية مثلا هم أصلا وزنهم زايد ومحابين غيروا هذه وما عندهم نفس الهدف اللي عندك فالهدف يخصك أنت فأنت لازم تعتمد على نفسك ما لك دخل في الناس الثانين لازم نتعلم نفسي المو ضروري أنا ألغي حياتي الاجتماعية مثلا أنا معزومة على كافي والله كده أخذ معي البروتين بار وأطلب لي كوفي بلاك كوفي شاي أي حاجة كده بس أحاول أني ما أخلي الحياة الاجتماعية تبعدني عن هلفي وفي نفس الوقت ما أخسر حياتي الاجتماعية بس أني أحترم الآخرين أو أجبرهم يحترموا قراري في أني غيرت نمط حياتي مثلا هم قالوا لي أنت معزومة على كده كده ما بتاكل لا كده يعني إحنا أكرمناك خلاص مرة بعد مرة كل مرة ترفضهم بيتعلموا أنه خلاص أنا نمط حياتي كده وأنا ما أبغى غير نمط حياتي فأنتوا احترموا قراري وفبق مع الوقت هم بيتعلموا أنه أوكي خلاص هي سيريس يعني بوتت وخلاص يعني بيحترموها في بعض أخطاء ثانية الحاجة الثانية حساب كمية الطعام حسب حجمة بغض النظر عن مكوناتها أكلت بس أكلت يعني مثلا وجبة بورجر كينغ هذي مثلا هنا في الصورة يقولوا مثلا أنه فيها ميديوم ما دري شنو كذا فيها 1360 كالوري فأنا لو مساوية دايت أصلا وأنا الكالوريز المفوضة أخذهم في اليوم مثلا قلنا أحنا قبل شوية 1400 فأنا خلط الكالوريز حقي بعدين رحت أكلت مثلا أكلت سناكس والله أكلت يعني فطارت وصلت إلى 2000 كالوري وأنا محاس على وجبة واحدة هنا هذا كل هم الأشياء فيهم نفس كمية فيها ساندوج وفيه هذي أورانج وفيه كاروت شكله خيار فيه صلاطة هذول كلهم فيهم نفس كمية السعرات الحرارية فأنا ما أعتمد بالنظر على كمية الأكل أعتمد على نوعية الأكل وعدد الوجبات هذي من الأخطاء كده نكون خلصنا الجزء اللي متعلق بالتغذية المرة الجاية بنبدأ في الجزء الثالث اللي هو الرياضة